تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نهجا راسخا في التعامل مع القضايا الإنسانية وتحرص دائما على أن تكون واحدة بل واحدة عالمية للخير والعطاء فلا يميز يمر شهر واحد إلا ويشهد إطلاق فكرة عطاء جديدة أو مبادرة خير متفردة نعم حيث نرى العمل الإنساني وفعل الخير وثمراته في كل ما تقوم به وتقدمه المؤسسات والهيئات الخيرية الإماراتية في جميع أنحاء العالم وسرعة الاستجابة والتفاعل مع الأزمات التي يواجهها العالم أرسى الدولة الإمارات نموذجا عالميا مشرفا في مجال العمل التطوعي الذي اكتسبت اهتماما رسميا كبيرا على مستوى القيادة وعلى مختلف المستويات الحكومية والأهلية حيث باتت ثقافة التطوع مكونا أساسيا من الهوية الإماراتية تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة سجلا إنسانيا حافلا في العمل الخيري حيث استطاعت أن تتبوأ مكانة متميزة ومتفردة على الخريطة العالمية في مجال العمل الإنساني حتى أضحت عنوانا بارزا للخير والعطاء ونموذجا يحظى بالإعجاب والتقدير على مختلف المستويات في التضامن والتكاتف وعلى مدار السنوات الماضية استطاعت دولة الإمارات أن تقوم بدور رائد في تعزيز مسيرة الخير والعطاء في العالم وأصبحت عنصرا فاعلا في جهود المواجهة الدولية للأزمات والكوارث والتحديات الإنسانية وباتت حاضرة دائما في مجالات المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم وفي هذا السياق تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في إطار عملية الفارس الشهم ثلاثة وذلك من خلال تسيير جسر جويا من أجل تخفيف بعانات المدنيين في قطاع غزة هذا وتذخرت تجربة الإماراتية في العمل التطوعي بالإنجازات والنجاحات التي حققتها المؤسسات والهيئات والمبادرات التطوعية في جميع أنحاء الدولة